وفي ملف حياة كريمة تواصل مدرية الصحة أعمالها من خلال القافلة العلاجية لليوم الثاني على التوالي بقرية الجعفرة في أسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تضمنت القافلة عشر تخصصات مختلفة إضافة لمعملي الدم والطفيليات والأشعة العادية وتعفر 130 نوع من العلاج وذلك لتقديم الخدمات الطبية المختلفة لأهل القرى والمناطق الأكثر احتياجا بالمجن فكرة القافلة الطبية أن ننصر زي ما قالوا لحضراتكم بالخدمة الطبية الأهلية ناسنا في المناطق المحرومة والأكثر احتياجا والبعيد عن الخدمة الطبية القافلة الطبية عبارة على المستشفى ميداني متنقل إحنا القافلة عندنا بتضم عشر تخصصات طبية مختلفة معانا اتنين معمل معمل التفايلات ومعمل الدم معانا خدمة الأشعة العادية معانا خدمة الأشعة الصنار معانا صيدلية في أكثر من 120 صنف بالمجان الكشف والعلاج في القافلة العلاجية بالمجان ونحن الحمد لله كشفنا بالقافلة الطبية من وزارة الصحة في جميع التخصصات بنشكر سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأن القافلة بتاجينا الحمد لله في نجوع القرية وبنتندقل في كل مكان وبتخدم كل الفئات الحمد لله